الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة ماريوبل الأوكرانية في إقليم دونياتسك في زيارة مفاجئة تعتبر الأولى منذ سيطرة الجيش الروسي عليها في مايو من العام الماضي تقول موسكو إن بوتين وصل إلى المدينة علامة مروحية ثم قام بجولة في سيارة كان يقودها بنفسه كما تحدث مع سكان محليين وزار عددا من المواقع المهمة تنظر روسيا إلى المدينة كممر استراتيجي يربط بين قواتها في جزيرة القرم وتلك الموجودة في المناطق الانفصالية في إقليم دونباز زيارة بوتين لماريوبل سبقتها أخرى إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014 وذلك بمناسبة الذكرى التاسع لضمها نددت كيف وحلفاؤها الغربيون بالزيارة ووصفوها بغير القانونية وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية إن جميع الأراضي التي ضمتها روسيا سيتم تحريرها حتما وإن ذلك مسألة وقت فقط ميدانيا أكد الجيش الأوكراني أن قواته خارج مدينة باخموت بشرق البلاد ما زالت قادرة على وقف تقدم الوحدات الروسية بما يسمح بتسليم الذخيرة والأغذية والمعدات والأدوية للقوات التي تدافع عن المدينة وجعلت روسيا من الاستلاع على باخموت أولوية في استراتيجيتها للسيطرة على منطقة دونباز الصناعية بشرق أوكرانيا وتعرضت المدينة لدمار كبير بسبب القتال الدائر منذ شهور إذ تشن روسيا هجمات متكررة تقابل بمقاومة شرسة من الجيش الأوكراني دون أن يتمكن أي من الطرفين من حسم المعارك لصالحه